بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الاعزاء في مقرر machine elements design 1 ننتقل الى شابتر رقم ستة وده بيتكلم عن riveted joints for structural applications الطابيكس اللي احنا نتكلم عليها اول حاجة زي بحدد diameter of the rivet تاني حاجة number of rivets عدد مسامير البرشام يبقى اول حاجة تحديد قطر المسامير تاني حاجة اللي هو number of rivets عدد المسامير البرشام نقطة اللي بعد كده rivets distribution توزيع مسامير البرشام على الوصلة ثم thickness of the butt straps سماكة الالواح المساعدة خاصة في butt joint وبعد كده بحس كفاءة الوصلة the efficiency of the joint ثم the joint dimensions توزيع او الابعاد اللي هي خاصة بالpitch والback pitch والmargin ثم نتناول the solved example في الشابتر التالي اول حاجة عندنا الخطوة الاولى احدد قطر مصمار البرشام ده من معادلة practical practical يعني معنا كده ان هي معادلة عملية اثبتت جدواها ان انا باخد قطر مصمار البرشام function of thickness بتاع اللوح او البليت اللي انا هعمله البرشام يبقى اول حاجة بحدد سماكة اللوح وباخد الديامتر بيساوي 6 جزر t ثم الرقم اللي هيطلع عندي بعد كده بختاره من خلال الجدول بتاع ال standards وطبعا ده هنشوفه في المثال اللي هنحله مع بعض ان شاء الله النقطة اللي بعد كده بحدد number of rivets عدد مسامير بعد ما حددت القطر في الخطوة السابقة هنا بحدد number of rivets اللي هو عدد مسامير البرشام وده بيحدد على اي اساس طبعا عندنا T بيرمز الى thickness of the blade سماكة اللوح اللي انا هعمله البرشام بعد كده ال D اللي هي diameter of the rivet او hole نفسها كمان وال B اللي هو عرض اللوح width of the blade ثم احسب strength بتاع الوصلة اللي هو Bt زي ما تعلمنا قبل كده اللي هو عرض اللوح الكلي ناقص قطر مسامير البرشام ضرب سمك اللوح في sigma T دي الخطوة الاولى the number of rivets required for the joint may be obtained by the shearing or crushing resistance of the rivets بعد كده طبعا بحدد ال Bs اللي هو shearing strength وعلى حسب اذا كان عندي single shear طبعا باخد دي الاريا بتاعة cross section بتاع المصمار ضرب تاو ده لو هو single shear لو هو double shear احنا قبل كده كنا بنقول الرقم ده او الاريا هنا بتتضرب في اتنين لكن هو فعليا بيبقى الاكويفلنت بتاعه 1.75 يبقى من هنا بحدد ال Bs الخطوة التانية بحدد ال Bs سواء اذا كان single shear أو double shear خطوة اللي بعد كده بحدد ال Bs اللي هو crushing strength وده طبعا دي الاريا اللي شايلة crushing او bearing stress اللي هي D في T ثم المعادلة اللي بتحددلي number of rivets required for the joint اللي هي N بتساوي ال BT اللي انا حسبتها في اول حاجة على الاقل من ال Bs وال Bc بالطبع الرقم اللي هيطلع هنا لو فرضا ان هو هتلع مثلا 5.2 يبقى بالطبع لازم احول الرقم ده او اقربه الى اقرب رقم صحيح بالزيادة يبقى معنى كده ان عدد البسامير هيكون 6 الخطوة اللي بعد كده ريفت بعد ما حددت قطر المصمار عدد المسامير بعد كده كيفية التوزيع المسامير على المقاطع المختلفة يعني لو فرضنا ان احنا مثلا طالع عندنا ست مسامير يبقى بعد كده المقطع واحد ده فيه مصمار واحد مقطع اتنين فيه اتنين مقطع تلاتة فيه تلاتة طبعا التوزيع ده بيختلف من شخص الى اخر واللي بيحكم بعد كده هو كفاءة الوصلة يبقى عندي ممكن انا وزعها واحد اتنين تلاتة وممكن انا وزعها اتنين تلاتة اتنين مثلا او اتنين 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 كل ده اللي بيحكم بعد كده هي وصلة البرشام او كفاءة وصلة البرشام نكتفي بهذا القدر ونلتقي فيه الدرس القادم باذن الله تعالى